أشياء عظيم جداً عمال من الأشياء اللي بتقال دايماً يا جو إنه الدفاع المغربي كان هو اللعب ممل وبعض الناس تلعب في كل المنتخبات اللعبتهم المغرب إنه الدفاع ممل الدفاع الأداء ده مش أداء كاس عالم الأداء ده مش لعبين في كاس العالم رأيك إيه؟ طيب ما هو تعال أنا لما ترجع أصلاً للبطولات يقول لك الفريق اللي بيدافع كويس هو اللي بيكسب البطولة في الآخر و أنا يا فرحتي أنا أتفاعي مفتوح وبهاجم ولعب كرة حلوة زي البرازيل والضربت في ثانية وخرجت في ثانية وخرجت في دور ثمانية وحل حد كان يتخيل إن البرازيل الممتعة الجميلة اللي بتلعب كرة حلوة دي تخرج؟ لا طيب النهاردة ده درس إن أنا أتعلمه هو مين النهاردة اللي مكمل تعالها نقيس كده نشوف هو المنتخب الكرواتي هو مش منتخب دفاعي ملعبش كل المطشاط اللي لعبها قدام الفرق كلها لعب مطشاط دفاعية كبيرة جداً ونص ملعب وكنا دايماً بنقض نقول إيه؟ نص ملعب المنتخب الكرواتي هو كلمة السر زي ما نص ملعب المنتخب المغربي هو كلمة السر على فكرة هو مش خط الدفاع بس آه ياسين بونو مقدي بطولة عظيمة جداً خط الدفاع مقدي بطولة عظيمة بس شفت وجيمي بيتكلم أهم حاجة كم مركز عليها إيه؟ مرابط ونحي أملاح التلاتة دول من غير الشكل اللي بيلعبوا بي من غير المرابط اللي في نص الملعب اللي بيجري ورا كل كورة اللي بيعمل الدابل أب مع أي لعيب واللي بينزل يسنب مع أي لعيب واللي بيغطي أي لعيب بيخرج بره مركزه ونحي الراجل اللي بيقدر يطلع الكورة ويقدر يليقلك حل ويفضل لعيبة ويشغل لعيبة كلها بكل سهولة ما كنتش هتشوف المنتخب المغربي بالشكل اللي انت منبهر بيه واللي انت متفاجئ بيه النهاردة ونحي ده بيشيل ضغط عن الفرقة بشكل رهيب وهم معاموا الكورة المرابط ده بيشيل ضغط عن الفرقة انه هو بيقدر يستخلص الكورة وبيقدر يسلم صح الناس دي كل ده طيب تعال نشوف ادي مين وصل احنا بنتكلم الارجنتين هل الارجنتين بتلعب بالمتعة اللي انت متخيلها الارجنتين بتجيب جون واهم حاجة بالنسبة له انه ما يخشش فيها جون بالمناسبة برضو حتى لو هو دفاعه مخترك وعنده مشاكل دفاعية بس الارجنتين من بعد اول مطش قدام السعودية لما كانت مقررة انها تلعب كورة حلوة وكورة جميلة ولقيت ان الموضوع ده مش ماشي وان الموضوع ده مش هيأكلني عيش لأ انا النهاردة المنتخب الفرنسي جاب جون قدام انجلترا وكرر انه هو بمحض قراته ان انا مش ههاجم انا هسيب الكورة هارجع عقفل واسيب الكورة طب ما ده النهاردة اللي حصل احنا ليه ليه بقى بنقول ان المنتخب المغربي ونقلل منه لأ ده هو المنتخب المغربي اللي بيعملوا ده دلوقتي هو هو اللي عملوا منتخب فرنسا هو هو اللي عملوا منتخب كورواتيا هو هو اللي عملوا منتخب الارجنتين التلت اللي اربع منتخبات اللي عملوا اللي اربع منتخبات الكبار بتوع كاس العالم اللي وصلوا سيمي فاينال كاس عالم هم دول اللي بيعملوا الطريقة الدفعية اللي هو بنرجع نقفل بعد لما نجيب جون نهاردة المغرب قدرت انها تجيب جون والمغرب بالمناسبة قبل الجون كان خطيرة وكان بتقدر تعمل تحولات وإحنا حتى وإحنا عادين بنتكلم بنقول إيه المغرب عندها خطورة المغرب بتقدر تشكل خطورة المغرب والله تقدر توصل المغرب لازم دلوقتي يستغلوا ويجيبوا جون كل ده كنا عمليين نتكلم فيه لغاية لما جابوا جون هو إمتى المنتخب المغربي رجع وركن البص قوي زي ما الناس شافت صح في دقيقة سبعين ولا حاجة وده الطبيعي هو أنا الطبيعي لما كون كسبان منتخب البرتغال في دقيقة سبعين أفتح لك ملعبي بقى ويلا نلعب بقى ونفتح الملعب لا طبعا عمري ما هعمل كده أبقى أنا راجل ما بفهمش كورة ما هو ليه راجل ده راجل فهم كورة فهو في الوقت ده قرر إن أنا آه في الوقت ده هقفل ونزل ألعب بخمسة صح ألعب بخمسة مدافعين صح